بعد الصفعات المتتالية التي اتلقاها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يشهد الحزب انشطاقات جديدة 15 عضوا في الحزب يستقيلون احتجاجا على سياسات رجب طيب اردوغان تجاه عدد من القضايا وسط تراجع في شعبية حزب اردوغان وفق اخر الاستطلاعات لمناقشة هذا الموضوع معنا من انقرة استاذ العلوم السياسية دكتور خيري كرباج اوغلو دكتور خيري مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الاخبار كيف نفسر هذه الانشقاقات المتتالية والمتزايدة في صفوف حزب العدالة والتنمية ما هي الاسباب التي تدفع هؤلاء الاضاء للخروج عن الحزب نعم اولا يجب ان نقدم صورة واضحة واقعية وحقيقية عن الحزب الحاكم في الحقيقة ليس هناك حزب واحد فان كنا نستخدم كلمة نظام حزب واحد او نظام رجل واحد الا ان هناك ثلاثة اربعة احساب متحالفة الحزب الاكبر هو حزب العدالة والتنمية ثم بعد ذلك حزب الهركة القومية الوطنية ثم حزب الوطن الصغير ربما يعني لا يحصل مئة الف صوت لكن لثقل الرجل في الجيش بسبب اعتباره عند الروسيا والصين هذا الرجل ايضا وحزبه يلعب دورا نحن امام التحالف والمعارضة كذلك هناك احساب كثيرة لكن الذي ربما غير من هذا التوازن وادى الى تدهر شعبية الحزب الحاكم انفصال احساب جديدة من حزب العدالة والتنمية حزب المستقبل وحزب الدواء اهمية هذان الحزبان وان كانت الاستطلاعات الرأي تقول بان نسبة اصواتهم ليست بكثيرة الا ان تصريحات زعيمي هذين الحزبين مهمة للغاية ادى الى ارجاع حزب العدالة والتنمية الى ان ادى الى افشال كثير من ادعاعات حزب العدالة والتنمية كثير من ادعاعات اردوغان لانهما داودولو كان رئيسا للوزراء طيب ولكن دكتور خير السؤال هو ما هي الاسباب وراء خروج هؤلاء من الحزب هل هي للأوضاع الاقتصادية هل هي لطريقة ادارة السيد اردوغان لشؤل الدولة ام ماذا تحديدا صوت مشنقي يعني انا ما فهمت السؤال جيدا اسأل عن الاسباب التي دفعت هؤلاء دكتور خيري للخروج عن الحزب اسباب تمام انا انا تمام انا كان سنتقل الى هذا الموضوع الاسباب واضحة جدا يعني سؤال بسيط سؤالكم بسيط والجواب ابسط هناك اربعة محاور اساسية في التدهور الشعبية هزب العدالة والتنمية كلها موضوعية الاول الوضع السياسي المتدهور لان الجو يعني لا يبشر بالامل بالنسبة لحزب العدالة والتنمية لان اردوغان هو نفسه تحدث عن التعب الحزبي او التعدث عن ان حزب تعب تعبا شديدا لانه لم يبقى هناك امور مشجعة لعنصار الحزب ليتقدموا اكثر ونفسيا وسياسيا لان هناك معارضة تتقدم الى الامام خطوات واكبر ضربة لسياسة اردوغان هو الخسارة في الانتخابات البدل هذا واحد ثانيا الوضع الاقتصادي المتدهور مؤشرات اكثر وضوحا وموضوعيا في هذا المجال اولا رصيد العملات الاجنبية في ادنى المستوى ثانيا الغلاء ارتفاع الاسعار يعني المؤسسات هكومية تقول نسبة الغلاء 12 من المية الثلاثة لكن الارقام الاساسية او الواقعية اللي يحسها المواطنون لا يقل عن 50 من المية كل بدأ حتى انصار حزب العضالة والتانو بدأوا يشتقون من الغلاء والتضخم وكذلك الوضع الدولي وخاصة الاخطاء التي ارتكبها او وقع فيها حزب العضالة في العراق وفي السورية تهديدا وفي اليمن ولذلك تركيا او اردوغان يحاول ان يخلق بطولة جديدة يعني هذه كلها موضوعات قضايا مهمة دكتور خيري تتحدث عن قضايا تشغل الناس بشكل مباشر الوضع الاقتصادي الى اخيري ومع ذلك نرى حزب العضالة والتنمية يحاول الهاء الناس بقضايا اخرى قد لا تكون قيمة كبيرة لها نتحدث عن مراقبة مواقع التواصل نتحدث عن قوانين جديدة للنقابات المحامين نتحدث عن موضوع ايا صوفيا الذي اثير حوله الكثير من الجدل لماذا لا يركز الحزب على القضايا التي تهم الناس بشكل مباشر ويكتفي باشغالهم بهذه القضايا الجانبية اولا يعني يجب ان نفهم اهداف واستراتيجيات حزب العضالة والتنمية بشكل جيد حزب العضالة والتنمية لا يسعى وراء كسب اصوات جديدة من المواطنين الاتراج من المعارضة بل كل ما يحاوله او كل ما يهمه ان يستقطب الاصوات الموجودة لانه يعلم جيدا بانه اذا فقدت الزمام وفقد السيطرة على الحزب وعلى انصار الحزب فالنتيجة وخيمة جدا وخطيرة جدا بالنسبة لمستقبله لان هناك مؤشرات ايضا استطاعات الرأي تقول بان اردوغان لو فرضنا انه تم اجراء انتخابات رئاسية لا يعني مستحيل ان يفوز هذه الانتخابات لان الارقام بالرغم من هذه الدغوطات على المعارضة يجب ان ننسى بان خسارة اردوغان ليست خسارة في انتخابات البلدية فقط لان اردوغان دخل في هذه الانتخابات بدعم كامل باستخدام جميع امكانات الدولة وكذلك جميع امكانات القطاع الخاص المعيدين لحزب ولذلك يجب ان نضرب نصر انتصار المعارضة بعشرة لنقض فكرة طيب هل هذا ممكن ان ينعكس دكتور خيري في الدقيقة المتبقية هل نتوقع انتخابات مبكرة يمكن ان تنعكس فيها هذه المعطيات التي اشرت اليها كل شيء في تركيا كل شيء ممكن المعارضة جاهزة للانتخابات المبكرة واعتقد ان هناك ايضا يعني تحركات داخل حزب العدالة والتنمية لان تصريحاتهم تدل على ان هناك استعدادات لانتخابات مبكرة الا ان اردوغان سينتظر وقت مناسب للقضاء على المعارضة الا ان المعارضة تبدو انها كسبت خبرة اكثر من خبرة اردوغان وحزبه واعتقد هذه المحاولات لن تجدية اللي بقى اردوغان على السلطة اكثر من البعد يقول حتى 2023 حتى هذا قد تكون مستحيلا يعني احتمال كبير لكن طبعا الامر يتوقف على الزمام الامور بعد اردوغان ولذلك الا ان تكون هناك تحركات شعبية دغوطات على الحزب الحاكم او اردوغان يحس بانه اكيد سيفوز في الانتخابات ولكن النتيجة مهما كانت التقطيرات من اردوغان المؤشرات الموضوعية تدل على ان نظام او يعني هكومة اردوغان على بشكل انتهاء شكرا جزيلا لك دكتور خيري كورباجوغلو الاستاذ العلوم السياسية كان معنا من انقرة شكرا اشتركوا في القناة